لو ما شفتش الأجزاء اللي فاتت من فجوة الزمن ارجع شوفها الأول وبنكمل أحداثنا بعد ما قادل حقيقيين رجعوا من الفخ اللي عمله لهم كان غروجي وفي الوقت الحالي بنشوف تشيجو اللي معاه بياخدوا بالهم من البنت الغريبة اللي اسمها نيزومي واللي أول ما بتقوم بيعرفوها انها في محل قرهاره للحلويات وبيجي يكون هو في هيئة الدمية وبيعرفها بنفسه وبيسألها هل هي حاصدة أرواح ولا لأ وليه الناس اللي جري وراكه دولها كانوا عاوزين يمسكوكي وبيحاول يقرب منها شوية ولكنها بتديله بالفوضة على دماغه ساعتها اتشيجو بيدخل وبيقول له بطل إزعاج وما ينفعش انه يكبر حد على انه يتكلم طالما انه هي مش عايزة تتكلم وبتدخل عليهم روكيا وبتقول لاتشيجو انه لازم يجي معاها دلوقتي وبيروح معاها فعلا ووقتها البنت دي بتحاول تهرب وفي العالم البينيه بيدخل كاروجي على نسخ القادة اللي وضحت عليهم في الفيديو اللي فات وبيقول لهم ان ختم العالم المنفصل والتبادل المعلومات في الوقت الحالي هيكون صعب جدا واحنا لازم نسبقهم بخطوة عشان لو فكروا يجوا هنا وبنعرف برضو ان مش كل القادة اتبدلوا بالرجاي وبيسألوه طب وهنعمل ايه في كبير القادة بتاعهم بيقول لهم لا ده بقى ليه عندي خطة مناسبة ليه ساعتها بيقول له زراكي انا مش فرق معايا كل ده قل انت عايز ايه بالزبط واحنا هننفزه فورا وده طبعا الطبيعي من زراكي اجدعان وكل القادة بيتصرفوا كأنهم على طبيعتهم بس دي طبعا النسخة الشريرة منهم بيقول لهم كاروجي ان بمجرد بس ما نستعيد الفتاة فالعالم كله هيتغير بعدها بقى بنروح للاجتماع واللي كالعادة بيكون في غرفة اتشيجو بيكلم القادة مايوري وبيقول ان العقل المدبر هو امبا النائب السابع في الفرق اللي 12 وكمان هو بيكون رئيس كسم الابحاث والتطوير في الدائرة بتاعته ودرس قصص التحكم في العالم المنفصل باختصار هو متخصص في العالم المنفصل واللي حصل في العالم البيني كان من تخطيطه هو برضو حتى اللي حصل معي انا والقاعد زراكي في العالم البيني كان من تخطيطه برضو ولما بعت الرجاي كان هدفه ان يتحكم في مجتمع الارواح روكيا بتقوله ان اكيد الفتاة مخبية سر عليهم وعلشان كده هو عاوز يرجعها وقتها القاعد مايوري بيقول لها ممكن يكون مخبي حاجة جوا جسمها اتشيجو اول ما بيسمع كده بينصدم وبيفتكر كل حاجة حصلت معاه هو وروكيا وبيقوله ان مش هيسمح بحاجة زي دي تحصل مرة تانية بعدها بنروح لانو اللي بتشكر قرهاره عشان جاب لها حاجات للشاوي ونزوم بتستغل ده وبتخليهم يعملوا الاكل وبتسيبهم وبتهرب بتلاحز كده انو وبتقول البقين يبدأ يدورها عليها حالا بالفعل كلهم بيدوروا لحد ما كون بيلاقيها وبيسألها وهو متعصب هي بتعمل ليه كده على الرغم انهم بيعملوا كل ده عشانها وعشان يساعدوها ولكن ده ما بيهمهاش برضو هو بيكمل ماشي ساعتها بيقابله متصموته بتتدخل في الموضوع وبتكلم كونه بتقوله انها هتتصرف معها فبيوافق كون على طول وبيسيبهم وبيمشي ساعتها كون بيكون ماشي وعمل يفكر مع نفسه وفجأة وهو ماشي بيقابل متصموته الحقيقية هي ويتشيجو والبقيين وبيعرف انه الضحك عليه واللي اخدت البنت دي كانت متصموته المزيفة وبسرعة وعلى طول بيجري يمتهم ونزومي بتكون ممسوكة من متصموته المزيفة وبتفتح متصموته بوابة عشان تاخدها للعالم بتاعهم لكن ساعتها نزومي بتلاحظ صور غريب على اديها وبتفهم انها واحدة من النسخ وعلى طول بتعضها علشان تفلت منها وساعتها بتضطر ترميها على الارض وفي هذه اللحظة كان كون وصل عندها علشان يحميها ولكن طبعا من غير اي فايدة وبتفضل متصموته المزيفة تضرب فيه لحد ما بتقطع لبطنه وبيوصلوا هما كمان وساعتها متصموت المزيفة دي بتشوف الوضع كده وبتفعل الشيكاي بتاعها وبتهرب على اخر لحظة وبيرجعوا مع بعض كلهم بعد كده وبيعيدوا الاحتفال من جديد ونزومي فعلا بتشاركهم في الاحتفال ده وفي مجتمع الارواح بقى بنشوف القائد كيراكو قاعد مع ايوكايتاكي علشان يتناقشوا في الحادثة الاخيرة عن اتشيجو وان اكيد في حاجة مشطبعية وبيفتكر اجتماع القادة اللي فات وان القائد زراكي والقائد مايوري اكدوا ان اللي اعترض طريقهم كان هو اتشيجو وكمان الشارة اللي لايوها هناك بتأكد كلامهم على كده بعض القادة طبعا ما بيكونش مسدقين والبعض الاخر ما بيكونش قدامه حل غير انه يصدق ووقتها بيتكلم القائد الاعلى وبيقول انه مفيش اي شك ان المجلس بيكن الاحترام لاتشيجو بس برضو ماينفعش انهم يخرجوه من الاشتباه وبيقمر بيرسال فريق العالم الاحياء لاعتقال كوراساكي اتشيجو وفي الوقت الحالي القائد يراكو بيحس بحاجة غريبة وبيقول انهم بدأوا يتحركوا وبوابط السنكاي بتنفتح اخيرا نرجع تاني العالم الاحياء وياتشيجو بيتطمن على نزومي لكن مش بيلاقيها وبيسمع سكون وبيلاقيه مكتب في الدولاب وبيعرف ان النزومي هي اللي عملت كده وهربت على طول وعلى طول بيبدأ البحث عنها ومش عارفين يلاقوها لانها ما عندهاش اي نوع من الطاقة في جسمها حتى بمساعدة روكيا والنواب برضو مش حاسين باي حاجة وهم وقفين بيحسوا بضغط روحه يكوي جدا وبيقولوا ان الزهر ان بوابة السنكاي اتفتحت وخرج منها بعض القاضة ولكن ما بيكونش عندهم اي حل غير النوم يدوروا على نزومي برضو وفي مكان بقى اشبه بالسجن بيدخل كروجة على نزومي وهي متسلسلة وبيقول لها هرابي زي ما انت عاوزة ولكن في النهاية هقدر انها لقيك برضو وبيتضح ان هو مجرد حلمه والنزومي بتحلم بيه واللي بيكون نايمة في مكان كده يشبه الغابة وبتمس جنبها بتلاقي كون بتسأله ايه اللي جابك هنا وازاي اصلا عرفتي مكاني فبيقول لها كون ما تستهنيش بغرستي وبعدين انت ليه دايما بتهرب مننا انت في حاجة بتدوري عليها ولا ايه لكنها ما بتردش عليه وبتسبتوا في الارض وبتقولوا ما تدخلش في اللي ملكش فيه وبتحس بنفس ضغط الريات وبتعرف انهم جايين عشانها وبتحول تهرب بسرعة وفي مكان قريب منها بقى بتظهر بعض النسخ من نواب القادة وبيكون هدفهم هو القبض على كوروساكي اتشيجو لكنهم بيقولوا بما اننا هنا ايه رأيكم نواجه النسخ الاصلية وبيتفاجئوا فعلا لما بيلاقي النسخ الاصلية بترد عليهم وبيقولوا لهم واحنا كمان مستعدين والله هنخلص عليكم على طول وبسرعة وكده كده احنا اخطر منكم اصلا وقتها بقى بينزل عليهم واحد من فوق وبيقولوا لهم كده يبقى العدد متساوي وفي نفس الوقت بقى في مجتمع الارواح بيكونوا الكؤكي يراكو بياخد سجلات اخر ناس عدوا من عالم البيني والسجلات دي بيكون محظورة على اي حد يشوفها علشان فيها معلومات مهمة جدا نرجع تاني بقى للمعركة وبنعرف ان الشخص الغريب ده اسمه امايدا بس هو متطور شوية عن النسخة الاصلية حتى سلاح الزنباكتو بتاعه بيكون اكبر من الاصل كمان بيبدأوا الكتال وكل واحد بيقاتل النسخة بتاعته بس بتكون النسخ اقوى بكتير من الاصليين وبيتغلبوا على نقاط ضعف النسخ الاصليين وما عادش فيه وقت والفوز هيكون من نصيب النسخ وكلا من هساجي وامايدا بيقرر يهربوا عشان مش عارفين يجاروهم في قوتهم ولكن امايدا بيقولوا وهم بيجروا انا عندي خطة بعدها بيقف يستنى النسختين بتاعهم لما ييجوا وبيقدر امايدا يغفل هساجي وبيغبطه في دماغه بالزنباكتو بتاعه وده بيخليها على الارض وبيفكد الوعي ولسه امايدا المزيف هيهاجم عليهم فبيجرب سرعة هساجي وبيربطه بالسلسلة الزنباكتو بتاعه وبيدينه امايدا في وشه وبيوقع على الارض وساعتها امايدا المزيف بيتجنن منهم وبيفعل كدر رعد وبيدمر المكان كله ساعتها اشيدة بيكونوا ريب من المكان وبيحس بالهجوم وبيتجه يمتهم وعند جينوه كانت نسخته مسكه وهتخلص عليه ونفس الوضع برضه عندي ايقاكو هو بيكون اتهزم ومرمي على الارض بسبب ان نسخته استخدمت البانكاي بتاعه وعاوز اقولكم ان البانكاي ايقاكو قوي جدا على فكرة ولكن على اخر اللحظة بيتدخل اشيدة وبينقزه منهم فبيقولوا خلاص احنا دلوقتي مش محتاجين اننا نقاتل تاني طالما شفنا مستوى قوة الاصليين الحاليين يعني من الاخر كده احنا ممكن نقتلهم في اي وقت ولكن الاول لازم ناخد ايزومي ونمشي من هنا وبالفعل بيختفوا من قدام اشيدة وعند الشخص اللي سلم الورق لقاكياراكو بيدخل عليه قروجي وبيخلص عليه وبيكتشف القاكياراكو اللي لسه بيكون قاعد بيقلب في سجلات ان البيانات في حد عدل عليها وبيدخل عليهم وهم قاعدين فرقة القائدة سويفون وبتقولهم انهم رهن الاعتقال بتهم التعديل البيانات وعند نيزومي كون لسه بيكون ماشي وراها وبتعرفوا ان في مكان عاوزة تروحه بس هي مش عارفة المكان بعدها بنشوف اتشيجو انه شادوا وقفين مع بعض انه بتعرف ان المعراقة انتهت وان طاقة الرياتسو هناك ضعيفة جدا والوحيد اللي حاسه بيه بس هو اشيدة بيصار باتشيجو من اللي هي بتقوله وبيقولها يعني كده ايقاكو البيانة هزمه ازاي يعني الكلام ده فبتقوله معرفش والله ولكن اكيد اشيدة دلوقتي بيعالجهم بيفتكر بقى وقتها كلام كاروجي اللي قالهله قبل ما يهرب وانه رجع له تاني ولكن بقوة اكبر وبيقول احنا لازم نلاقي نزومي دلوقتي وبسرعة لكن قبل ما يتحركوا بيحس بطاقة مختلفة والظاهر ان فيه عدو جديد ظهر وعنده متسموتو بيظهر كيرا واللي بتستخف بيه وتقوله انت نسيت ان انا اتغلبت عليك في الماضي ولا ايه لكنه بيقولها لا امنستش بس الاكيد اني شخص مختلف تماما دلوقتي وعلى طول بيهجموا على بعض والظاهر فعلا ان سرعته كوته اختلفت وعلى غير المتوقع وكمان بيفعل الزنباكت بتاع الوضعية الشيقائي والوضعية دي بيخليه ان يزيد عدد تقلي الاشياء اللي بيلمسها بسيفه يعني لو السيف ده ربع كيلو ده بقى هيخلي كيلو واحد بتقوله متسموتو انها عرفة تكنيته فعلا ولكن ده مش هيأثر على سيفها برضو وبتحول انها تفعل الشيقائي بتاعها ولكن وفجأة بتلاقي السيف بتاعها تقل جدا تقل لدرجة انها ما بتقدرش ترفعه وبيقع منها على الارض وبينزل يدمر المكان من تحتها بتقف متسموتو مصدومة وبتسأله ازاي عملت كده انا صديت بس 3 ضربات ليه بقى بتقل ده فبيرد عليها وبيقولها ان كاروجة لما صنعهم حسن في جسمهم وقوتهم كمان وحتى الزنباكتو اللي كان في الاصل بيضعف وزن الخصم بس بنسبة بسيطة جدا دلوقتي بقى بيضعف 10 اضعاف يعني سيفك دلوقتي بقى بيوازن 100 كيلو جرام ودلوقتي بقى وانت من غير السيف بيكون ضعيفة جدا وبيهاجم عليها وبيقدر يجرحها لكنها بتعرف تهرب قبل ما يخلص عليها وبتعترف انه خصمه كوي جدا على الرغم انه مزيف بيستهزى بها كيرة وبيقولها احنا اقوى من الاصل بكتير وعندنا كمان نفس ذكرياتهم ولسه بتسمينا مزيفين على اي اساس انت بيتكرر يده وعلى العموم ان نجاه دايما للأقوى بيتحول متسموته تمسك السيف لكن كيرة بيكون هيخلص عليها فبتتفدت ضربة على اخر رحزة ولما بتحول تومل وشح بيقع على الارض وبيتعلق في الحديد اللي مرمي فبتوطع عشان تجيبه ولكن كيرة بييجي من وراه وبيحط السيف على رقابتها ولكن هي بتعرف تخلع منه وبتروح بسرعة تغير وضعية الزنباكتو بتاعها للشيكاي والشيكاي بتاع عبارة عن ضباب او هوا وده بيخفف تولي الزنباكتو جامد جدا وبتقدر انها تاجم عليه وبتدمره على طول وعنده روكيا برضو بتظهر لها نسختها وبيدخله مع بعض في معركة بعدها بنشوف الكاء كيراكو هو محبوس وبنشوف كاء كيراكو هو في اجتماع الغرفة 46 وبيدافع عنه لكنهم بيقولوا ان الكاء كيراكو اتلعب في السجلات العالم البيني وده امر محزور تماما وبيقرروا انه هيفضل في السجن لحد ما يحكم عليه بيحول اوكا ان يدفع عنه وانه ما عملش حاجة ولكن بيقولوله لأ ايه قرار طلع خلاص وما فيش اي اعتراض بعدها بيطلع وبيكون مدهي وعمال يشتم فيهم فبيقابل وهو ماشي القائدة اونهانة والنائبة بتاعتها وبتقوله انهم معذورين كل السجلات والقامرات بتقوله انه هو غير حاجات في السجلات القديمة فبيقولها لأ كيراكو ما عملش حاجة انا كنت معاه طول الوقت انا حاسس ان فيه مؤامرة بتتعمل عليها عشان توقعه خلاص فبيقوله قائدة وانا كمان حسب كده فبيقولها اوكا طب وما تعرفش اي حاجة عن مين اللي يعمل كده لكنها بتقوله لأ ما عرفش ولكن اللي بيعمل خطة بالشكل ده ده شخص ماكر جدا وما تقلقش اكيد هنقفشه فبيقولها تمام وبياخد بعض وبيمشي ولكن بيكون باين على وشه انه مش هيسكت ابدا بعدها بنشوف اتشيجو الباينو هما لسه بيدوروا على نظومي وبرضه مش لقينها بتسألوا اينو هي ليه كل شوية عمالة تهرب منهم فبيرد شادو عليها وبيقولها اكيد عارفة طريقة للهروب من الاعداء وإلا إلا هيخليها تيجي لعالم البشر اكيد هي عارفة مكان تقدر تستخبى فيه وعند نظومي وكون اللي لسه بيمشوا ومش عارفين هم رايحين فين بيقولها كون انها لازمة ترجع عند اتشيجو الباين هما هيعرفوا يحموك من اي خطر يقابلك فبيقوله طب هما ليه بيحموني هل كل ده عشان مجتمع الارواح ولا لعالم البشر على العموم مش مهم دلوقتي ان ارجع لان بعد ما اوصل للمكان اللي انا رايحاه هصلح كل حاجة هناك وبكده هيبقى مش مضطرين يحموني انا اصلا جيت هنا علشان كده نرجع بقى الروكيا اللي بتلاقي صعوبة جدا في التعامل مع نسختها وبتقول انها قوية جدا بالرغم انها مزيفة وبيفضلوا هما اللي اتنين يهجموا على بعض لحد ما بتتفاجئ روكيا بنيمو جاية من وراها وبتهاجم عليها وبنعرف انها واحدة من المزيفين هي كمان ونيمو دي يا جماعة هي نائبة القائد مايوري لكن بتقدر روكيا انها تتفادها وبتجري وتطلع على سطح البيت اللي هما فيه وبتجري من عليه ولكن برضو هما بيجر وراها وبيهجموا عليها لحد ما فجأة بتوصل عندها نيمو الاصلية وبتساعدها وبسبب كده بتقدر روكيا تفعل الشيكوي بتاعها وبتهزم نسختها وبترميها في المياه ونيمو هي كمان بتقدر تهزم نسختها المزيفة وساعتها بتوصل عندهم متسموته وبتطمن عليهم بعدها بقى بنشوف كون ونزومي وهم لسه ماشيين وبيوصلوا عند بوابة معبد بتقف نزومي متنحة فيها وبيتقول لا مش هي دي وبتسأل كونه هو في بوابة او معبد تشبه اللي قدامنا دي في اي حتة ولا لا فبيفكر كده مع نفسه شوية وبيقول لها ان في معبد بس على الجبل فبيتقول له تمام هي الله بقى خدني على هناك وعند كيراكو بيكون قاعد بيغني ومش على باله اي حاجة وفجأة بيلاقي اوكا جيله من قدامه وبيضرب الحارس وبيخرجه من هناك وبيقول له يلا بينا علشان نفهم الحكاية من القائد الاعلى لازم نفهم ايه الموضوع وليه كل شوية عملين يحطوا عليك تهم كده ولكن وفجأة وهم ماشيين بيلاقي كيراكو بيهاجم على اوكا وبيجراحه في كتفه وبسبب ده بيفكد الوعي وبنعرف ان كيراكو ده هو واحد من المزيفين وهو فعلا اللي عمل كل التهم المنسوبة اليه ولكن بقى السؤال هنا فين كيراكو الحقيقي وعنده روكيا اللي ما طلعتش روكيا الاصلية هي كمان وبتهاجم على اصدقائها وبتقدر تهزمهم وفي اللحظة دي بيوصل اوكا الحقيقي عند كيراكو وبيقول له ما تضيعش اي طاقة على الفاضي ويلا بينا خلينا نقلب مجتمع الارواح كله بعدها بنشوف اينو شادو اللي بيقابلوا روكيا وصحابها وبيلاقيهم فقدين الوعي وفجأة وهم وقفين بيلاقوا نسخة رنجي جاية لهم وبتهاجم عليهم فبيطلب شادو من اينو انها تهرب وهو هيحاول يعطلها وبالفعل بتعمل كده وهو بيقف يتصدل ضرباته وساعتها بنشوف اينو وزت عند روكيا ومتصموته وبتحاول تعالجها بقوتها بعدها بقى بنشوف الحدث الاعظم على الاطلاق والله هيبدأ من اول دلوقتي بنشوف نسخة الكائك ياراكو وقكو وهم رايحين عشان يقضوا على الكائد الاعلى يموتو شيجاكوني وبالفعل بيخشوا عليه وبيهجموا عليه ولكن هو طبعا بيتفادها وبييجي من وراهم وبيقولهم انهم عاوزين الف السنة على عمرهم علشان يعرفوا يصبوه وبيستعد كل واحد منهم علشان يهجموا على بعض بعدها بنشوف الكائده ونهاني واساني النائبة بتاعتها وبيكونوا بيدوروا على اي معلومات تخص قروجي لكنهم وقفين فجأة بيظهر لهم قدامهم وبيبدأوا يهجموا على بعض على طول نرجع بقى لمعركة شادو اللي بيلكم رنجه وبيقى على الارض ولكن رنج بيقف تاني ولا اكنه حصل له حاجة وبيقول له هذا متوقع منك لكن معلش بقى بس ما عنديش اي وقت وبيفعل البنكايب بتاعه علشان يقدى عليه مرة واحدة وفعلا بيطلق عليه جم من البنكايب بتاعه بيخلي شادو يتير بعيد وبييجي هاجم عليه مرة تانية بس بيلاقي بقى المرات يا رنجي الحقيقي بيجي وبينكزه منه وبيكلم شادو بقى وبيقول له خلاص رأي حينتا كده بقى وانا هتكفل بالموضوع بعدها بقى بنروح عن دينوزامي اللي بتوصل هي وكون عند مكان غريب وسر جدا وبتقول لكون ان هنا في بوابة زمانية بتفصل عن العالم كله بوابة اللي بيدخلها ما بيعرفش يرجع تاني لأي نقطة من الزمن وهي بقى عاوزة تروح تستخبه هناك علشان كان روجي ما يقفشهاش ويسيطر على العالم بصراحة احنا لسه متوضحش لينا ايه كسة نزام ديت لانها ما بتتكلمش ابدا ولا بتعرف اي حد حاجة خالص ودايما سكتة ما بتتكلمش غير كلام قليل جدا حتى كون تعب معها من كتر الاسئلة ولكن هي ما بتفدوش بأي حاجة بتتكلم نزومي مع نفسها وبتقول ان هي مش هتخليه ينفس خطته وبتفتح بوابة قدامها وبتربكون عشان ما يروحش معاها وهي تدخل فجوة الزمن ولكن بتوصل نسخة ماتصموتو وبقية النواب وبيمسكوها قبل ما تدخل وبيكون عاوزين ياخدوها ويمشوا ولكن بيوصل اي تشيجو وبيهجم عليهم وبيقدر يسلك نزومي منهم لكن هما ما بيستسلموش وبيدخلوا مع بعض في معركة وساعتها فعلا بيكون اتشيجو في ورطة لان طاقت الروحية عما لا تضعفه كمان هم اكتر منه وبيضطر اتشيجو ان يستخدم البانكاي بتاعه ولكن قبل ما يفعله بيزعمها كون عشان لو يستخدم ضغط الروحي ممكن يتلاشق في اي وقت فبيقول لوسكوت يا كون انا ما عنديش اي خيار تاني وبيضطر اتشيجو ان يستخدم البانكاي وعند رينجي وشادو بيكونوا طالعين عينهم بصراحة ضد رينجي المزيف وكل ما يحاول يهجمه عليه بيصده هجومه وبيرجع هو يهاجم لحد ما اخيرا بيقدر شادو يصده هجومه وبيروح يكسر له البانكاي بتاعه فبيستغل رينجي الكلام ده وبيهاجم عليه بهجوم واحد وبيخلص عليه بعدها بقى بنروح لاتشيجو وبنشوف انه خلص عليهم كلهم بدون ما نعرف عملها ازاي يعني بصراحة هم اكوياء برضو فان اتشيجو يتغلب عليهم كلهم كده فده امر مبالغ فيه بعدها بيروح كونه يتطمن على اتشيجو اللي بيكون تعبان جدا ومش قادر يتكلم فبيقوله انه بخير بس هو عاوز يستريح شوية بتتكلم نزومه وبتقوله لما انت عارف انه تقطق الروحية ممكن تتلاشق في اي لحظة ليه عملت كده فبيعرف انه هو وعدها قبل كده انه هو يحميها عشان كده اياكي انك تفقري تروحي العالم البيني مرة تانية فبتدحك نزومه وبتقوله ماشي لانها كده بدأ اتصك فيهم بعدها بقى بنشوف القادة الاعلى وهو قرر يستخدم كامل قوته ولكن يا ترى هل هنسمع منه كلمة بنقاي ولا لا ده بقى اللي هنعرفه في الفيديو الجاي ما تنساش تحطوا لايك لو عجبك الفيديو وتفعل الجرس علشان ابطارية الناس ما بيتفعلش الجرس يا جماعة وبكده الحلقات ما بتوصل لكمش نهائي واخر حاجة بقى انك تصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويلا سلام اشتركوا في القناة شكرا